السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بيكم في قناتكم قناة يومياتي أنا وعائلتي إصابة الفنانة نهال عمبر بارتجاج في المخ ونقلها إلى المستشفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يزور الفنانة نهال عمبر في المستشفى للإتمئنان عليها قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد تعرضت الفنانة نهال عمبر إلى إصابة تسببت في ارتجاج بالرأس أثناء درها في العرض المسرحي زؤاء المدأ ونشر المخرج عادل عبد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية صورة للفنانة نهال عمبر أثناء توجدها في المستشفى وكان معها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محسن محي الدين بطل العرض المسرحي وقال المخرج عادل عبد ادعو للفنانة الكبيرة نهال عمبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي زؤاء المدأ فقد وقع على رأسها قطع الديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العالمين تحت الملاحظة من فضلكم ادعو لها بالشفاء العجل وطمأنت الفنانة نهال عمبر جمهورها عليها بعد إصابتها بارتجاج في المخ أثناء عرضها مصرحية زؤاء المدأ في مدينة الأسكندرية ونقلها إلى المستشفى نتيجة سقوط إحدى قطع الدكور على رأسها وقالت الفنانة نهال عمبر في أول تعليق لها الحمد لله أنا كويسة بطم منك وبطم من جمهوري ادعو لي أخرج من المستشفى وإن شاء الله أبقى زي الفل وتابعت الفنانة نهال عمبر قائلة أنا بس اتخبطت في دماغي وده عمل لحالة إغماء وتم إصابتي بارتجاج في المخ نتيجة الخبطة بس الحمد لله أنا بقيت أحسن وتوجدت في المستشفى للإتمئنان إن ما فيش أي مضعفات وأكدت الفنانة نهال عمبر إن المستشفى بالفعل اتخذ كل الإجراءات اللازمة للحالة وتابعت الفنانة نهال عمبر قائلة إن شاء الله أول ما كون كويسة هرجع لعرض مصرحية زقاء المداء مرة تانية وكان فريق عمل مصرحية زقاء المداء يعرضون في مدينة الأسكندرية يوميا بدون أجازات بعد النجاح الكبير الذي حققوه بالعمل مؤخرا والذي هو مأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ ويتم تقديمه في شكل استعراضي غنائي مصرحية زقاء المداء عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ رؤية درامية وأشعار محمد الصوف وإخراج عادل عبده وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي ومعاكم دايما بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته